قال الجيش الأوكراني إن ستة جنود لقوا حتفهم على متن طائرتين هليكوبتر خلال تنفيذ مهام في شرق البلاد وجاء في بيان للجيش أن الجنود كانوا ينفذون مهام في قطاع مدينة بخموت الشرقية عندما قتلوا ووقع الحادث بالقرب من كراماتورسك وهي بلدة كبيرة غربي بخموت في منطقة دونيسك وذكر الموقع عن طائرتين دميرتاب الكامل وعثر على الجثث في الموقع